بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم على اه رؤية او هنتكلم على رمز لو شفناها اه او لو شفنا الرمز ده اه نبشر بعديها على طول اولا اه بتحقيق مكاسب واربوح. كمان من الرموز اللي بتدل على تغييرات وتغييرات جزرية وتغييرات ايجابية في حياة الرأي. كمان من الرموز المبشرة بقدوم مناسبات سعيدة بحدوث امر مهم في حياة الرأي. كمان من الرموز المبشرة بسماء اخبار صارة اخبار مفرحة. كمان من الرموز اللي بتدل على اه اه تحقيق امنيات اه او حدوث امر كان الرأي بيهتمنا. كمان من الرموز اللي بتدل على رزق وعلى اه رفاهية وعلى تحسن اه في احوال الرأي بشكل عام. الرمز اللي احنا اه هنتكلم عليه النهاردة لما يشوف الرأي انه اه بيدهن المنزل بداعه او طلاق الحوائط او اه طلاق الجدرون. لما يشوف الرأي انه اه بيزيل الدهان القديم وانه بيدهن دهان اه جديد. اه فمن الرموز اللي بتدل على نهاية متاعب. اه ليه الرأي نهاية هموم نهاية اه حزن. كمان اه من الرموز مباشرة ليه بتغييرات ايجابية في حياته وبداعية جديدة اه كمان اه في حياته. اه كمان دهان البيت برضو من الرموز اللي ممكن تدل على صفر. اه والصفر ده هيكون خاص بالعمل. خصوصا لما يشوف الرمز ده رجل يشوف انه بيدهن البيت بتاعه وكان بيسعى لصفر فبشارة ليه بالصفر او بشارة بتغيير عمله او اه تغيير مكان عمله ليه او ليه اه مكان افضل وليه العمل افضل. كمان تغيير لون اللي دهان بتاع الحيطان من الرموز برضو المباشرة بالزوج لو كان اه رجل غير متزوج. اه جمان دهان المنزل اه برضو من الرموز المباشرة اه بيتحسن في احوال الرأي المادية. قصوصا لما يشوف الرأي انه بيدهن الجدران او الحيطان باللون الاغدر. دهان الرأي الحيطان باللون الاغدر من الرموز اللي بتدل على رفاهية وعلى تحسن اه في المعيشة. اه كمان لما يشوف الرأي انه بيدهن اللون الابيض فبردو من الرموز اللي بتدل على سعادة وعلى اه فرح. اه برضو الفتاة العزباء لما تشوف ان هي بتدهن الحيطان او بتغير لون الحيطان فبشارة بتغييرات في حياتها ليه الافضل وللاحسن. على حسب اه يعني الجزء اللي هي غيرته كل ما كان اكبر كل ما كان التغيير ده هيكون افضل واحسن. لما تشوف ان هي بتدهن القدران او الحيطان باللون الابيض فبشارة ليها بالزواج. لو شافت ان هي بتدهنوا بالاخدر فبشارة ليها بقدوم اه خير وكمان بقدوم اه رزق. دهان الحيطان بشكل عام في المنام من الرموز اللي بتدل على آآ وقوة احداث سعيدة للرأي وكمان احداث مهمة آآ في حياته. آآ كمان دهان القدران واني يشوف ان القدران او البيت بقى شكله افضل فآآ برضو من الرموز اللي بتدل على سماع اخبار آآ سعيدة اخبار آآ مفرحة. آآ كمان آآ لما يشوف الرأي ان هو آآ بيدهن اللابيت بتاعه باللون الازرق. آآ لما يشوف انه بيدهن باللون الازرق الفاتح في المنام. آآ لو كانت امرأة حامل فبشارة بولادة سهلة ومنصرة. آآ ده كمان بشارة لو كان الرأي آآ آآ رجله بيسعى لعمل فبشارة بعمل بشارة بلزء واسع هيخصل عليه. كمان لو مرأة متزوجة وشافت انه بتدهن القدران باللون الازرق الفاتح فدي حياة زوجية سعيدة وكمان استقرار في حياتها الزوجية. آآ كمان دهان البيت باللون الازرق آآ من الرموز برضو اللي بتدل على مكاسب وارباح وتحقيق آآ اموال آآ القادمة دي. آآ كمان الدهان باللون الازرق دي تغييرات ايجابية في حياة الرأي وتغييرات آآ هتكون تغييرات جزرية وتغييرات آآ آآ ليه الافضل. لما يشوف الرأي انهو بيدهن بيته باللون البني. دهان البيت باللون البني بشارة بسماء اخبار صارة اخبار مفرحة. آآ كمان آآ دهان البيت باللون البني آآ ده ده غييرات ايجابية في حياته او حدوث امر هيغير حياته بشكل جزري. كمان دهان البيت باللون البني بشارة بمناسبات سعيدة بمناسبات مفرحة. آآ كمان آآ دهان الجدران باللون البني ده تحقيق رهبة او تحقيق امنية للرأي. آآ كمان بتكون بشارة بنجاح الرأي في حياته بشكل عام. آآ وكمان نجاحه في تحقيق هدف وتحقيق طموح. آآ كمان لما يشوف الرأي انه آآ بيدهن الجدران بتاعته آآ باللون الاحمر. دهان الجدران باللون الاحمر من الفتاة لها سباق او لو كان هو آآ رجل غير متزوج في بصورة بيل زواج. كمان الدهان باللون الاحمر ده تبديل في احوال الرأي للافضل. المرأة الحامل لما تشوف ان هي بتدهن البيت بتاعها او الحطوم بتاعتها باللون الاحمر. فدي ولادة سهلة وولادة آآ ميسرة. آآ كمان المرأة المتزوجة لما تشوف ان هي بت بتزيل الدهان القديم. وبترجح دهين دهين ودهين جديد لونه احمر. فده صلاح حال زوجها. حب ومواد ده وتفاهم ما بينهم. آآ كمان دهان ال البيت باللون الاحمر من الجموز اللي بتدل على تخل الرأي في مشروع للارتباط. وآآ المشروع ده او الارتباط ده هيكون فيه ما بينهم حب وتفاهم. وآآ مواد ده. للمرأة المتزوجة بتدل على حب وتفاهم واستقرار وسعادة مع زوجة. كمان لما يشوف الرأي انه بيدهن البيت بتاعه باللون البنفسجي. دهان البيت بتاعه باللون البنفسجي بشارة بقدوم خير بقدوم رزق. كمان بحظ سعيد هيتمتع به الرأي. كمان دهان البيت باللون البنفسجي بشارة بافراح وبشارة بمناسبات سعيدة بمناسبات مفرحة. كمان دهان البيت باللون البنفسجي دغيرات في حياة الرأي هتحصل في الفترة المقبلة. برضو دهان البيت باللون البنفسجي للمرأة الحامل بشارة لها بانجاب انسة والله اعلى واعلم. كمان بشارة بقدوم مال بقدوم خير كمان بنجاح في الدجارة بتحقيق مكاسب بتحقيق آآ ارباح آآ بشكل عام. آآ كمان دهان البيت برضو من الرموز المباشرة بانتهاء آآ هموم بانتهاء احسان آآ حتى لو شاف الرأي انه بمجرد انه بيدهن ومش عارف او مش فاكر اللون اللي هو آآ دهن به. آآ فبشارة برضو بزوال هموم. كمان تأشير الدهان القديم وانه يرجع يعمل آآ دهان جديد لو كان الرأي مريض فبشارة بالشفاء. آآ كمان نزول الدهان القديم او زوال الدهان القديم وعمل دهان جديد برضو سمع اخبار سارة اخبار مفرحة. آآ كمان تحقيق نجاح للرأي وتفوق في حياته سواء آآ في حياته العملية او في حياته الشخصية. كمان بتكون آآ بشارة باستقرار آآ في حياة الرأي بامن وامان آآ كمان آآ بزواج. آآ كمان دهان المفتاح. عم نشوف الرأي انه بيدهن المفتاح بتاع البيت بتاعه باللون الازرق فبشارة بقدوم خير وبقدوم آآ ارزاق. كمان رؤية الشبابيك او الابواب. عم نشوف انه هو بيدهنها باللون الازرق. فبردو آآ من الرموز اللي ممكن آآ آآ ديدل على رزق. خصوصا آآ لو شاف الازرق الفاتح. فآآ من الرموز اللي بدل على الزواج للفتاة العزباء. آآ كمان آآ من الرموز برضو اللي بدل على قدوم آآ رزق. اما الازرق الغامق قوي فمدلا بيبقى غير مستحب. خصوصا لما يشوف انه بيدهن الشباك او بيدهن الباب بلون ازرق غامق. فآآ يعني شوية رمز ممكن تكون غير مستحب ممكن تدل على سماع واخبار لكن شوية هتكون اخبار آآ سيئة. آآ فبشكل عام تأشير الديهان وآآ الديهان البيت مرة تانية فده زوال هو متبديل احوال الرائل الاحسن. آآ الطلاق برضو على حسب اللون وعلى حسب الشكل وعلى حسب آآ آآ هو دمت يعني آآ طلاق قد ايه بتدل على التغيير او حجم التغيير اللي هيحصل في حياة الرؤي. آآ ده كتب اختصار اهم البشرات اللي بيحملها لينا رؤية آآ تغيير طلاق البيت او دهان البيت في اللامنام فصرنا بشكل عام وكمان فصرنا اهم الالوان المبشرة اللي احنا لو شفنا ان احنا بندهانها. بتمنى ان يكون اللي فيديو عجبكم. لو في اي سفسار او سؤال اكتبولي تحت. وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو بديد. مع السلامة.